السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف الثامن موعدنا اليوم مع درس واحد ثلاثة وهو درس الاسس يلا بينا انتبع الدرس بعد الفاصل انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود في البداية لازم نعرف يعني ايه اسس الاسس هي تكرار لعملية الضرب يعني مثلا لو انا عندي عدد مضروف في نفسه مثلا ثلاث مرات نقدر نكتبه بطريقة اخرى وهي اتنين قس ثلاثة هذه الطريقة معناها ان الاثنين ده هو العدد اللي انا بكرره وهنسميه الاساس والرقم اللي فوق ده هو عدد مرات التكرار وهنسميه قس فبنقول ان الاثنين قس ثلاثة معناها ان الاثنين اضربها في نفسها ثلاث مرات طب تعالوا نشوف حاجة تانية نفترض ان انا قلت لك اوجد ثلاثة قس اربعة معناها ايه معناها ان انا بضرب الثلاثة في نفسها اربع مرات وبعدين بطلع الناتج فتلاثة في تلاثة هنا بتسعة وتلاثة في تلاثة هنا بتسعة وتسعة في تسعة بواحد وتمانين تعالوا بقى نجرب بعض الحاجات الخاصة عشان تفهموا الاسس بشكل كويس اول حاجة عندي اتنين قس صفر بكام بواحد لما يجي لك قس صفر اي رقم قس صفر بواحد يعني مثلا ثلاثة قس صفر برضو بواحد اربعة قس صفر برضو بواحد طيب اتنين قس واحد باتنين لان هنا معناها ان اتكررت مرة واحدة فقط تلاثة قس واحد بتلاثة اربعة قس واحد باربعة ممتاز جدا لما نبدأ نقول اتنين قس اتنين معناها ان انا بكرر مرتين يبقى اتنين في اتنين باربعة وثلاثة قس اتنين ايضا بكرر مرتين تلاثة في تلاثة بتسعة وعندي اربعة قس اتنين ايضا بكرر مرتين اربعة في اربعة بستاشر دلوقتي انا عرفت ان القس هنا بيكون يا اما صفر مثلا او اعداد مجابة واحد او اتنين او تلاتة او اربعة على حسب عدد مرات التكرار طب تعالوا نشوف لو كان القس سالب هعمل ايه في حالة لو كان القس سالب زي مثلا السؤال ده اتنين قس سالب واحد القس السالب بنحوله الى كسر وبعدين بنغير القس السالب الى قس موجب يعني مثلا الاتنين دي كانت اتنين على واحد بنقلبها بنقول واحد على اتنين وبدل ما كانت سالب واحد بنخليها واحد وطبعا اتنين قس واحد باتنين يعني الاجابة نص الموضوع بسيط جدا طب تعالوا نشوف مسألة تانية اتنين قس سالب اتنين برضو هنقلب يبقى بدل ما كانت اتنين على واحد هنقول واحد على اتنين ودي قس سالب اتنين هنخليها موجب اتنين يبقى واحد على اتنين قس اتنين اللي هي واحد على اربعة يعني الأس السالب هيتحول إلى كسر تعالوا نشوف كده واحدة كمان خمسة أس سالب ثلاثة معناها أننا حولها إلى كسر الخمسة دي هتكون واحدة على خمسة أس ثلاثة وطبعاً الخمسة أس ثلاثة يعني خمسة نضربها في نفسها ثلاث مرات خمسة ضرب خمسة ضرب خمسة هتطلع الإجابة مية خمسة وعشرين يبقى بكل بساطة الأس السالب نقدر نحوله إلى أس موجب عن طريق أننا نقل بالعدد تعالوا نجرب واحدة كمان يلا نشوف مثلاً خمسة أس سالب واحد على طول هتكون الإجابة واحد على خمسة أس واحد اللي هي واحد على خمسة يبقى الأس سالب واحد دي ممكن على طول نقول واحد على خمسة مباشرة لأن الواحد هنا مش هيتكتب لأنه طبعاً خمسة أس واحد بخمسة لو مثلاً تعالوا نشوف حاجة تانية مثلاً نقول ثلاثة أس صفر زائد ثلاثة أس واحد زائد ثلاثة أس سالب واحد مسألة زي دي إزاء حلاء هنحسب كل وحدة لوحدة يعني مثلاً ثلاثة أس صفر بكام بواحد لأننا قلنا أي حاجة أس صفر بواحد ثلاثة أس واحد بكام بتلاتة طيب ثلاثة أس سالب واحد هنقلبها كست بواحد على ثلاثة بعدين نبدأ نجمع واحد زائد ثلاثة أربعة يبقى لجابة أربعة وتلت ولو عايز تصرف الكست نضرب العدد ده في المقام يبقى أربعة في ثلاثة باثناشر وبعدين نزود عليه البسط يبقى أربعة في ثلاثة باثناشر زائد واحد تكون تلاتاشر على ثلاثة ده في صورة كسر بسط ومقام وده في صورة عدد كسري وده بيسموه كسري غير اعتيادي يلا بينا مع بعض نروح نحل مسائل من كتاب النشاط دلوقتي احنا هنحل مع بعض تمارين واحد تلاتة درس الأسس من كتاب النشاط بيقول لي اكتب العداد التالية في صيغة عدد صحيح أو كسر طيب خمسة أس أربعة يعني ايه يعني الخمسة هنضربها في نفسها أربع مرات لأن هنا مكتوب خمسة أس أربعة يعني التكرار أربع مرات وبعدين نطلع الناتج هيطلع الإجابة ستمية خمسة وعشرين طيب تلاتة أس خمسة يعني تلاتة في نفسها خمس مرات طبعا تلاتة في تلاتة بتسعة وتلاتة في تلاتة بتسعة تسعة في تسعة بواحد وتمانين بعدين نضرب تلاتة في واحد وتمانين تطلع الإجابة متين تلاتة وأربعين ممكن تستخدم الآلة الحاسبة وتطلع الناتج ستة أس سالب اتنين اتفقنا للأس السالب لازم نقلب يعني الستة دي هتكون واحد على ستة أس اتنين وبعدين 6 أس 2 اللي هي 6 ضرب 6 بـ 36 2 أس سالب 3 هنقلب برضو تكون 1 على 2 والسالب 3 هتكون أس 3 وطبعا 2 أس 3 يعني نضرب الاتنين في نفسها 3 مرات تطلع 8 4 أس 0 زي ما اتفقنا أي حاجة أس 0 بواحد تعالوا نشوف التمرين اللي بعده 8 أس سالب 1 نفس الموضوع الأس السالب هنقلب بواحد على 8 أس 1 والواحد مش هنكتبه 2 أس سالب 2 هتبقى 1 على 2 أس 2 وبعدين هتكون 1 على 4 خلي بالك بيقول لي في صيغة كسر عشري يعني عايزين نحولها إلى كسر عشري الواحد على 8 لو حولناها إلى كسر عشري هتطلع 0.125 من 1000 تقدر تحولها بالقسمة المطولة أو تقدر تحولها باستخدام الألة الحاسبة هنا برضو الرابع اللي هو 25 من 100 كلنا عارفين أن الربع 25 من 100 4 أس سالب 1 اللي هي 1 على 4 أس 1 والواحد مش هنكتبه والربع اللي هو 25 من 100 أيضا كده احنا حولنا الكسر عشري 3 أس سالب 1 اللي هي تكون 1 على 3 أس 1 والواحد لا يكتب وطبعا التلت اللي هو 0.3 دوري لأن التلاتة هنا هتتكرر 3 3 3 3 3 فبنكتبها 3 دوري 10 أس سالب 3 اللي هي 1 على 10 أس 3 والعشرة أس 3 اللي هي 10 ضرب 10 ضرب 10 هتكون 1000 يبقى 1 على 1000 اللي هي 1 من 1000 كده كدبناه في صورة كسر عشري الموضوع سهلي جدا وممكن تستخدم الآلة تساعدك في الموضوع رتب الأعداد المقابلة من الأصغر إلى الأكبر عشان نرتب لازم نجيب قيمة الأعداد دي كلها يعني مثلا 1 أس 9 طبعا بواحد لأن الواحد لو ضربناه في نفسه هيفضل طول عمره واحد 1 ضربه واحد ضربه واحد ضربه واحد 9 مرات هتكون الإجابة واحد 2 أس 6 يعني الاتنين نضربها في نفسها 6 مرات هتطلع الإجابة 64 ممكن تعملها بالقال الحسبة أو بعقلك 3 أس 4 يعني 3 نضربها في نفسها 4 مرات هتطلع بواحد وتمانين 4 أس 3 يعني الاربعة نضربها في نفسها 3 مرات تكون 64 6 أس 2 يعني الستة مرتين 6 في 6 بستة وثلاثين و 12 أس 1 ب 12 كده خلاص بعد ما جبنا القيمة نقدر نرتب يلا نرتب مين أصغر حاجة الأصغر حاجة هي الواحد يبقى نكتب هنا هو 1 1 أس 9 بعدها مين خلاص خلصناه اللي بعده هو ال 12 يبقى 12 أس 1 خلصناه بعد ال 12 في عندي الستة وتلاتين يبقى ستة أس 2 خلصناها بعدين في عندي ال 64 وهنا برضو 64 يبقى الاتنين دول مع بعض 2 أس 6 وأربعة أس ثلاثة كميتوم 64 وفي الآخر خلص 3 أس أربعة اللي هي ال 81 يبقى الموضوع بسيط جدا ده موضوع سهل إنه نجيب القيمة وبعدين نرتب يلا نشوف المسألة التانية دي هنا 1 أس سالب 5 معناها إنه أنا هقلب الواحد طبعا الواحد لو قلبته هيفضل واحد زي ما هو هيعني 1 أس 5 بواحد تعالوا نفكر فيها 1 أس سالب 5 لما جاء قلبها تكون 1 على 1 أس 5 طبعا 1 أس 5 بواحد و1 على 1 بواحد 2 أس سالب 4 المفروض لما نقلبها تكون 1 على 2 أس 4 و2 أس 4 ب 16 يبقى 1 على 16 دي كميتوم 1 على 16 3 أس سالب 3 المفروض نقول 1 على 3 أس 3 يعني 1 على 27 4 أس سالب 2 لما نقلبها تكون 1 على 4 أس 2 يعني 1 على 16 لأن 4 بواحد 16 5 أس سالب 1 يعني 1 على 5 أس 1 يعني 5 كده احنا جبنا القيمة كلها بيقول لي رتب العداد المقابلة من الأصغر إلى الأكبر لحظوا معايا إن دي 1 ممكن نكتبها 1 على 1 لحظوا هنا إن البسط كله شبه بعضه والمقام هو المختلف يعرف دايما إن إذا كان المقام كبير ده معنا إن القيمة صغيرة يعني أصغر واحد في دول هو 1 على 27 ده أصغر حاجة لأن مقامه كبير جدا فهنقول 3 أس سالب 3 أولا بعدين 1 على 16 اللي هي 2 أس سالب 4 أو 4 أس سالب 2 اللي هي دي ودي بعدين الخمس وفي الآخر خالص الواحد وبكده رتبناه بكل بساطة السؤال الخامس بيقول أكتب كل من العداد التالية في صيغة قوة العدد 4 يعني إيه الكلام ده ال 16 نحللها يعني نقسمها على الأربعة لأنه قال لي في صيغة العدد 4 أو قوة العدد 4 نقسم 16 على الأربعة فيها الأربعة على الأربعة فيها الواحد يعني الأربعة تكررت كم مرة الأربعة تكررت مرتين يعني ممكن أكتبها 4 والستين المتين ستة وخمسين بنفس الطريقة المتين ستة وخمسين هنقسمها على الأربعة تطلع أربعة وستين على الأربعة ستاشر على الأربعة فيها الأربعة على الأربعة فيها الواحد يبقى الأربعة هنا تكررت كم مرة واحد اثنين تلاتة أربعة يعني نقدر نقول هنا أربعة أسة أربعة الواحد على طول هتكون أربعة أسة صفر لأن أي حاجة أسة صفر بواحد الربع هنا أربعة تكررت مرة واحدة يعني المفروض اربعة اس واحد ولكن الاربعة في المقام يبقى نحط لها سالب طب الاربعة وستين لو حللناها الاربعة فيها الستاشر الاربعة فيها الاربعة الاربعة فيها الواحد يعني الاربعة وستين تلات مرات يعني نكتب اربعة اس تلاتة ولكن بما انها في المقام نحط لها سالب يبقى اربعة اس سالب تلاتة هنا السؤال اللي بعد بقول لي اوقت قيمة سين تلاتة اس سين 3 أسسين بتساوي 9 أسساليه 2 عشان نقدر نساويهم في بعض لازم الأساس دا يساوي الأساس دا طب دي 9 وال9 أصلا هي 3 مرطين يبقى ممكن اكتبها كده 3 أسسين بتساوي 3 مرطين الكل أسسالي عشان هنا في سالب 2 يبقى التسعة كتبناها 3 أسس 2 طيب 3 أسسين بتساوي التلاتة تنزل ونضرب الأسس في بعض اتنين ضرب سالب اتنين بسالب اربعة كده الاساس بيساوي الاساس يبقى الاس بيساوي الاس يبقى على طول السين لازم تكون سالب اربعة ودي طريقة سهلة وبسيطة ان احنا نخلي الاساسات متساوية عشان تكون الاساس ايضا متساوية السؤال السابع والاخير معانا اليوم بيقول لي اوجد ناتج ما يلي تلاتة اس سالب واحد هنقلبها هتكون واحد على تلاتة اس واحد بتلاتة بعدين زائد ستة أس سالب واحد هنقلبها تكونوا واحدة على ستة أس واحد بعدين نجمعه عن طريق توحيد المقامات هنا المقام مش موحد بس لاحظنا ان دي تلاتة ودي ستة التلاتة ممكن نخليها ستة لو ضربتها في اتنين يبقى واحد في اتنين باثنين وتلاتة في اتنين بستة زائد واحد على ستة كما المقامات اصبحت موحدة المقام ينزل ونجمع البسط اتنين زائد واحد تلاتة يبقى تلاتة على ستة واختصارها طبعا نصف من التلاتة نصف الستة تعالوا نشوف دي كده اربعة وستة اتنين يلا يا شباب اربعة وستة اتنين معناها اربعة مرتين يعني اربعة في اربعة بستة اشر زائد اربعة وستة واحد يعني اربعة مرة واحدة يبقى اربعة زائد اربعة وستة صفر اي حاجة وستة صفر بكام شطرين اي حاجة وستة صفر بواحد زائد اربعة وستة سالب واحد لازم نجيب الكسر يبقى واحد على اربعة وستة واحد واربعة وستة واحد باربعة زائد 4 و السلب 2 معناها 1 على 4 قصة 2 طيب تعالوا نكمع الأرقام الصحيحة دي عشان سهلة معنا 16 زائد 24 و 1 و 21 بعدين زائد رب زائد 4 و 2 ب 16 يعني 1 على 16 لازم نخلي المقامات متساوية فبالتالي الأربعة دي لازم أضربها في أربعة في البسط والمقام يبقى هنا 21 زائد 4 في 1 ب 4 و 4 في 4 ب 16 أصبحت المقامات موحدة نقدر نجمع دلوقتي عادي 21 زائد ما هي زائد نجمع البسط 4 زائد 1 5 والمقام كما هو لا يجمع يبقى 16 وتكون الإجابة النهائية 21 و 5 على 16 وبكده يبقى خلصنا درس اليوم ما تنساش تعمل الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وياريت كمان تتابع معنا الفيديوهات الجاية عشان تكون شاطر وان شاء الله تكون من الأولى المتفوقين أشوفكم في فيديو جديد طلاب صفة تامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته